التسويف. التسويف ده كل الناس بتقع فيه. حتى انا بقع فيه. اه كل الناس بتبقى زي مثلا انت عايز تفتح مشروع جديد. فطبعا انت بتقول للناس عايزين نفتح مشروع جديد. وخلاص هتبتدوا مشروع جديد تروح مقجلينه. ليه اصل احنا انصرفنا ما عافش اصل واحد امو مات. اصل جوز بنت عم خالته ما عافش اماتت. فلازم نستنى عشان الموضوع ده. فبيبتدي ان هو الاهمية بتاعته تقلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسيني من القناة السرشاجي ازايكم عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. قبل ما اقول لكم ايه اللي انا جاي تكلموا عليه. النهاردة كنت في مشوار وكان في فرح اه لواحد قريبي ورحت الفرح ده وقعدنا وهيصنا وهيه وكده والكلام ده كله. بعد كده قلت لما ارجع البيت لما ارجعنا البيت طبعا كنت راجع همدان جدا لانا كنت راكب برضه طبعا في مقرباص مع اهلي كلهم رجبين كلنا في مقرباص فانا كنت مفعوص في وسط يعني المهم يعني رجعت البي ليا كانت وجعاني وجسمي كان همدان من كتر التنطيط وفي المهم رجعت قلت ما رايح كده على السرير شوية واكل وكده. بعد كنت قلت بقى ايه اراح السرير كده بقى يعني 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 اراح كده. المهم ان انا بقالي يومين او ثلاث ايام ابنزلش الجيم. فانا ايه المفروض ان انا انزل الجيم الساعة عشر بالليل. فانا نازل كده او انا يعني خلاص ساعة جات تسعة تسعة ونصف فقلت بقى ايه مقوم بقى يالله يعني ايه فلقيت نفس ايه متخازر كد فافتكرت حاجة قال لك ايه انا مش فاكر هو مين اللي قالها بس انا فاكر ان المعنومة ديت قالت يعني ايه المعنومة ديت قالت بس مش فاكر مين اللي قالها تقالت فين وهكذا. قال لك لو انت عايز حاجة وجسمك حاسس ان هو بيبتدي ينام قوم على طول. ما تستناش قوم على طول. لان انت لو استسلمت هتنام خمس. وده بالفعلا بالفعل هو ده اللي حصل. هو ده التسويف. وكمان نزلت لعبت في الجيم. وحققت سكور كويس جدا. انا بقيت اشيل اوزان تقيلة جدا. وعملت يعني التدريب بتاعي او التدريب بتاعي اللي هو اليوم كله. وما كانتش مكوتش تعبان. وجيت. اه خدت شور. وجيت. اه انا وقف قدام كهو دلوقتي. الساعة دلوقتي تنين بالليل. وحطيت جيلي ساعة تنين بالليل. ولابس لبس ومعرفش ايه وايه وايه وايه. وفي الاخر جاي يعمل فيديو ده. الفيديو ده ليك حرفيا. الفيديو ده عن التسويف. التسويف ده يعني ايه? التسويف ان هو بيقول لك لو انت حسيت ان جسمك بيتخازل عن فعل شيء انت عايز تعملو يعني انت عايز تعمل حاجة جديدة او عايز تبتدي� حاجة. ولا قيت ان انت نفسك بتبتدي تتعب. فجسمك حشان بيحبك او عقلك عشان بيحبك. عقلك حشان بيحبك. فبيبتدي يصرفك عن الموضوات. يبتدي يقدملك مبررات يبتدي يقوللي كيه طابط بص كده في اليوتيوب. طابط بص كده في التيك توك طابط بص كده. فيبتدي. يوديك بعيد عن الهدف اللي انت عايز تروحه. فهيبددي انت تتشتت وبددي انت ايه تتخدع من العق هذا العقل. هناك كتاب يسمى القاعدة الخمسة. القاعدة الخمسة يقول لك انا متطبع لم اقروا عن الكتاب شيئا. انا بالصدفة عرفت يعني ايه التسويق لما انا دورتك لنا التاني. المهم القاعدة الخمسة دي بيقول ايه? بيقول ان انت لو عايز تبتدي حاجة جديدة او انت متخازل او تعبان عن الكلام اقوم على طول عد من خمسة لواحد واقوم على طول. يعني خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد اقوم على طول واقوم اعملها على طول. لان انت لو او استسلمت اللحظة هو عقلك بيخدعك انت صدقني في التخسيس حتى تلاقي جسمك ما بيتخدعش يعني اين عامل زي الانسان كده وعقلك نفس النظام انت بتتعامل مع واحد جواك انت متتخيلش ان انت لما تكون عايز تعمل حاجة فعقلك هيستسلم لسولة و هتيجي تعملها لا الموضوع هيبقى فيه لزاسك فانت عشان تبني عاجة او عشان تبتدي حاجة دي ده لازم تقنع عقلك ان انت خلاص انا اقوم اعملها انا اقوم اعملها يعني اعمل عادات يعني انا كنت بصراحة من الناس اللين في الجيم يعني اللي بنام انا اروح يوم ويكسل عشر تياب ابتدت اعمل الجيم ده كعاده اروح مع زماية اروح 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 لحد ما بنتت عادة وبقى الموضوع بقى بالنسبة لبقى زي الاكل والشرب دلوقتي مبقيتش استنى ان انا اروح الجيم وان انا اروح استنى حد وكب ومن ضمن الحاجات اللي انا يعني اقاردتها وان انا اتعلمتها كمان فيه حاجة اسمها فيه قانون طبيعي وقانون كوني اسمه الاولوية المتناقصة الاولوية المتناقصة دي انه هي كل ما الحاجة انت بيش تديها اهتمام كل ما قلت فعاليتها بالنسبة لك يعني انت للكم عايز تروح الجيم او عايز خلاصة تبتدي يالله بسم الله هنروح الجيم النهاردة روحت بعد كده اه تحبت تاني يوم مش قادر تالت يوم اه بعد كده ربع يوم خمس يوم سادس يوم انت خلاص كده مات الجيم واشتروح تاني هاي دي الفكرة لو عايز تفتح مشروح لو عايز تفتح مشروح ما اي مشروح لو عايز تفتح مشروح؟ يجب على معين تفتح مشروح اه Regel انت تأخذ على طول لان انت تعمل بلان معينة او الخطة المعينة تبتدي تلخي الكمشترايات تبت صح والبيع تدخل على طول في الموضوع لانان ات لوسبت نفسك لن التسويف الموضوع هياخذك وهتبعي تابع القانون بتاع الاولوية المتناقصة ان انت وتبدي اطلعلك احجاج في احجاج في احجاج فالأهمية بتاعت المشروع هتبتدي تقل 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 فمش هتبتدي ايه تدي له اهمية وهتسيبه خمس فعلشان خاطري اهتم جدا جدا ان انت لو عايز تاخد قرار خد قرار استشير اهل الخبرة اسأل الله ان هو يديك المعلومات الصحيحة وان هو يرشدك للحاجة الصحيحة اه اسأل خبراء اعمل يعني اعمل دراسك جدوى بسرعة واعرف كل حاجة ومتوقعتش تتخازل وتوقعت تصبر كتير لان الموضوع فعلا فعلا هيضيع لك الوقت وان انت كده مش هتعرف تبتدي في الحاجة دي وعقلك هيبتدي يصرف انتباهك عن الموضوع ده والموضوع هيبتدي يموت تدريجين بس كده دي حاجة انا حبيت ان انا نهلك الساعة اتنين بالليل ساعة اتنين بالليل اتنين اه اه اتنين وهو خمسة فاتمنى انكم يعني تستفيدوا جايز جايز الله اعلم جايز حد يستفيد بالفيديو ده فاتمنى شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين ان الساعة اتنين بالليل والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة